اشتركوا في القناة وقال مسؤول الفريق التقني أن القناة تعرضت لاختراق قبل استعادتها بشكل فوري وأكد المسؤول أن عملية الاختراق لم تستهدف البرنامج بشكل خاص بل شاملت عدة قنوات على المنصة كما أكد المسؤول التقني أن محتوى القناة لم يتعرض لأي أبرار مشيرا إلى أن إرشيف البرنامج متاح عبر القناة ويمكن الوصول إليه بسهولة وأعلن مركز الإعلام الرقمي العراقي في وقت سابق اختراق قناة أحمد البشير على اليوتيوب من قبل هاكر يدعى بادون وطلب الهاكر من إدارة القناة دفع مبلغ 10 ألاف دولار مهددا بحف عشرات المقاطع الخاصة بالبرنامج فيما أعلن المركز في بيان اللاحق استرجاع قناة أحمد البشير بعد أقل من ساعتين من اختراقها متابعين الكرام يمكنكم تحميل تطبيق أخبار العراق من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف وإضا مثبت في أول تعليق أو يمكنكم البحث على التطبيق من خلال مجال التطبيقات سيظهر لكم هذا التطبيق الظاهر الآن أمامكم الشعار هو آيكيو ويتوسطه خارطة العراق اشتركوا في القناة